انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من المطر في بعض المناطق والتفاصيل بعد هذا الفاصل اعزل الماء اعزل صح شهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الاصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة الليلة بشكل اضافي بالمقارنة مع الليالي الماضية وتسود اجواء باردة في مختلف مناطق المملكة وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب في ساعات متأخرة من الليل وصباح الغد في اجزاء من البادية والسهور الشرقية والمرتفعات الجنوبية بمشيئة الله ويتوقع ان يطر انخفاض على درجات الحرارة غدا لتصبح اقل بقليل من معدلاتها المعتادة ويكون الطقس باردا نسبيا في اغلب المناطق ولطيفا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور لكميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ترفق به طول زخات من الامطار بمشيئة الله في مناطق عشوائية من المملكة بحيث تشمل مناطق دون الاخرى اما خلال ساعات الليل فيكون الطقس باردا في مختلف المناطق ويتجدد تشكل الضباب والضباب الكثيف في ساعات متأخرة من الليل وصباح الاربعاء في اجزاء من البادية والسهور الشرقية وقد يمتد لبعض المناطق الرئيسية والوسطى وفي ظل ذلك ننبه من تدني وربما شبه عدام في مدى الرؤية الافقية ويشمل ذلك طريق القطرانة الحسى ومطار الملكة علياء الدولي وطريق الزرقاء والمفرق وبحد اقل في بعض المناطق الوسطى والكرك في حال اردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرض انتم في امان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الاردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري